الصوات اوتي قبل هنا العقد يكون كامل بمجرد انه قبل هذا العرض لأجير اذا دخل يخدم كيف يبدو مفتري دي الشهر يخلصوه اذا الكتاب ماشي اجباري باش في علاقة الشغل الاجبارية دي العقد الشغل اللي يخصوه يكون مكتوب كان غيف جوج دي للحالة الحالة الاولى مني تكون لمدة دي العقد محدودة نحن نعرفه فقاش البداية وفقاش النهاية نحن نحن نكون مكتوب والحالة التانية اللي يكون فيها اجبارية الكتاب هي مني تكون لعمل معين او لشغل معين عقد الشغل لعمل معين نحن نعرفه ونحدده هذا العمل اللي سيقوم به ذاك الاجير غير انتهي ذاك العمل كي انتهي عقد الشغل اذا نحن نكتبه ومن غير هاد الجوج العقد بجوج فالعقد يمكن يكون شفاوي إذن الواحد مخصوش يبقى يتخلع ويقول وانا راني ما عنديش معها قاع الوراق ولا ما ديرش معها ما اعطونيش قاع العقد وانا رانا ما كسبش قاع معهم العقد مشي لازم يكون العقد مكتوب إلا فيها الجوج الحالات اللي تكلمت عليهم النقطة الثانية وانا راني ما نديرش معها الوراق عشنو تنقصوا بها ما اعطينيش حقوقي إذن الاخترة الجاية سنتكلموا ان شاء الله في المعلومة المقبلة عشنو هي حقوق الاجير الاساسية اللي تخصوا يرد لهم البلد يالو اشتركوا في القناة